جدا ينضم إلينا من هناك الدولي السابق أسامة هوساوي أهلا بك كابتن أسامة سعيدين بوجودك معنا بداية كابتن يعني رؤيتك الأولية لهذه القائمة صبح عليك أخوة عبد الله أخوة المشاهدين موسم جديد ومرحلة جديدة للمتخب السعودي نتمنى لهم التوفيق أكيد سيد رينارد أختيار بالمنطق من اللاعبين اللي شافهم من أول خمسة ستة جولات تقريبا نتمنى لهم التوفيق في قادمة الأيام يعني ممكن على مستوى الحراسة الخيارات محدودة يعني بس يمكن مستوى ملايكة هو الغير موجود فقط يمكن تقريبا أربعة سعوديين هم اللي قاعدين يلعبوا في الأندية المستوى الدفاع أيضا يعني اختيارات كلها منطقية بس نتمنى للتوفيق يحتاج وقت نازم ندعم المدرب يحتاج يعرف اللعب السعودي أكثر يعرف الدور السعودي أكثر المرحلة القادمة ما هي سهلة ولكن نحن دعواتنا معهم إن شاء الله المرحلة القادمة هي مرحلة ماذا كابتني؟ مرحلة يعني إعادة الثقة للمنتخب السعودي أو هي مرحلة إنجاز ومجد يعني ما هو المطلوب من المنتخب السعودي لفترة القادمة بحسب رأيك ورؤيتك؟ أكيد الثقة موجودة إن شاء الله يعني هبوطوا صعود المستوى شيء طبيعي في عالم الكرة ولكن أكيد الهدف الأكبر المرحلة التصفيات هذه الأولية مرحلة مهمة حيبدأوها مبارات ودية ضد منتخب مالي من المنتخبات اللي اتطورت كثير فترة أخيرة لكن نتمنى إنه يحضر الفريق الأساسي واللي يلعبوا في أوروبا تكون الفائدة أكبر طبيعي في البداية المدرب بيتعرف على الفريق بيتعرف على اللاعبين بيتعرف على الدور السعودي أكثر فمع الوقت بيكون مستوى تدريجي صعود مستوى تدريجي مع المباريات وبإذن الله يكون التاه هو الحليف بما أنك لاعب دولي وعاشرة الكثير من المدربين خاصة في بداياتهم مع المنتخب السعودي فترة المعسكر الأول مع المدربين كيف تكون وسامة؟ هل هي فترة تعرف فعلا؟ أو هي المدرب يأتي ويضع بصمة مباشرة في اللاعبين والمنتخب؟ دائما مدرب المنتخب مظلوم أكثر من مدرب النادي لأن الفترات اللي اللاعبين يكون عنده قليلة جدا وليس من السهولة أن التكتيك اللي تحتاجه يحتاج وقت عشان كده دائما تغيير المدربين خاصة المنتخب يسبي بشكالية أعتقد من أول لأيام المدرب يحاول أنه يضع بصمة وكلها أيام محدودة أيام تكتيك جديد فكر جديد مدرب جديد فتوقع من أول لأيام هيحاول أنه يفرض تشكيلته والمعلومة ستوصل مع الوقت لللاعبين طيب يعني من خلال التشكيلة أيضا التي قرأتها تعتقد أنه النهج الذي ينوي أن يرسمه أرفي رونار مع هذا المنتخب هو نهج دفاعي أو متوازن أو هجومي خاصة أنه أيضا الأسماء الهجومية التي استدعاها أسماء جديدة بوجود عبد الله الحمدان وفراس البريكان وهارون كامار لا اختيارات منطقية يعني في كل خان أختار مثلا اثنين أو ثلاثة كثة في الوسط اختارات منطقية جدا الآن الكورة الحديثة تعتمد على لعبين الوسط أكثر لعبين الأطراف لعبين المحور أرشي طبيعي أنه يكون عدد أكبر في المحور فعلا وثلاثة مهاجمين هارون يعني معروف من الموسمين تقريبا قاعد يقدم السواعي الجيدة في رأس البريكان شفناه في كاس العالم شفناه مع النصر قاعد يأدي أداء منتاز يعني جميل في السن هذا أنه الواحد يلعب فريق أول هذا الوقت المناسب أنه الواحد يبدأ يفرض نفسه في تشكيلة ناديه في تشكيلة منتخبه بالنسبة لعبدالله الحمدان صراحة المستوى الشخصي يعني ما شاهدت المباريات كثير لكن أعتقد المدرب ما كان اختياره عبث أكيد عنده فكرة عبدالله حمدان وشاف مباريات له مباراة ودية في بداية في بداية مشوار رونار هي عدد كافي أو يحتاج مباريات أكثر في المعسكر الأول برأيك والله يمكن أكيد شفعي مدرب بيكون طماء هذا حاجة طبيعية ولكن بالنهاية ملزم بوقت أنت عندك فترة محددة من الفيفا ملزم فيها صحيح هذا الشيء اللي في عندك فأعتقده برح يلعب الودية لو عنده فرصة الوديتين أكيد رح يلعب لأنه كلما زالت المباراة الودية كلما كان حاجة جيدة المدرب يكتشف الغلطات ويكتشف إكانيات اللاعبين أكثر نعم أسامة هوساوي كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك